اشتركوا في القناة اعزائي واحبائي متابعين قناتكم الجديدة قناتنا تعلم معا في كل مكان في العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة فيديو جميل جدا اتمنى انتم تتابعوني وانتم مركزين الفيديو عنوانه ظهور شبكات الجيل السادس ايوة ظهور شبكات الجيل السادس والجيل الخامس طبعا قبل الجيل السادس واحنا عارفين ان احنا دروقتي شغالين على شبكات الفورجي او شبكات الجيل الرابع تطور اجيال شبكات الاتصالات هو موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا احنا كلنا فاكرين من فترة قسيرة جدا وكنا متابعين شركات الاتصالات لما طورت ورأت الخطوط بتاعتها من سري جي لفورجي وكلنا كنا حرصين ومهتمين ان احنا نشتري موبايلات حديثة عشان تتناسب مع الفورجي وتكنولوجيا الفورجي وسرعة الفورجي وكلنا كنا مهتمين ان احنا نغير الشرايح بتاعتنا بتاعة الموبايلات والاتصالات علشان تبقى شرايح فورجي كلام ده كان من وقت رايب السنة اللي فاتت وكلنا حضرنا التطور ده طيب السؤال هل هو ده فعلا اخر المطاف ولا اخر التقدم خلي بالكو ان سنة 2020 السنة اللي جاية دي على طول متوقع جدا نبدأ كلنا نستخدم شبكات الفايف جي طيب يعني ايه فورجي ويعني ايه فايف جي ويعني ايه سري جي وهو كان فين التو جي وهل في فعلا حاجة اسمها وان جي وايه سكس جي وامتى هتنزل السكس جي يلا بينا كلنا دلوقتي مع بعض نتعلم معا ونتعرف على تاريخ تطور اجيال شبكات الاتصالات ومعنى كل كلمة من دول وسرعة كل شبكة من دول وظهرت امتى وايه هو التطور بتاعها يلا بينا يلا بينا زي ما احنا شايفين هنلاحز ان تاريخ وتوقعات تطور شبكات الاتصالات كل عشر سنوات بنلاقي جيل جديد من الاتصالات او كل عشر سنوات بنلاقي جيل جديد من شبكات الاتصالات طبعا لو جينا بصينا للتاريخ التسلسل التاريخي لشبكات الاتصالات وشبكات المحمول هنلاقي ان الشبكة الاولى كان اسمها وان جي اللي هو فيرست جينيريشن او الجيل الاول دي بدأت فعلا في الظهور سنة 1979 طبعا كان اخر سرعة تحميل اقصى سرعة تحميل لهذه الشبكة 2 كيلو بايت برساكن 2 كيلو بايت برساكن يعني 2 كيلو بايت بايت لكل ثانية يعني ما تيجي تحمل فيلم كل ثانية بتحمل 2 كيلو بايت وكيلو بايت احنا عارفين زي ما احنا شايفين تحت اوه ان الكيلو بايت ده 1014 مش مجالنا دلوقتي نشرح تخصصات يعني ايه كيلو بايت وميجا بايت وجيجا بايت كلنا وتيرا بايت زي ما هنشوف ادل 2 كيلو بايت في سنة 1979 على سرعة واحد جيجا تتخيل ان انت بالزبط لو انت بتحمل فيلم تلاتة جيجا في الوقت ده علشان تحمل فيلم واحد تلاتة جيجا هتحتاج حوالي ست ايام ست ايام فاتح كمبيوترك او ست ايام سايب الموبايل بتاعك مفتوح علشان تحمل فيلم حجمه تلاتة جيجا الجيل التاني تو جي التو جي ده ظهر سنة 1991 وكان اقصى سرعة تحميل لهذه السرعة 100 كيلو بايت 100 كيلو بايت لكل ثاني الميت كيلو بايت لك انت تتخيل ان نفس الفيلم التلاتة جيجا لو انت حبيت تحمله على هالسرعة دي التو جي هياخد اكتر من ساعتين ونص ساعتين ونص طيب السرعة الجيل التالت ثري جي ظهر سنة 1998 زي ما احنا شايفين ده كان اقصى سرعة تحميل لهذا المستوى 8 ميجا بايت بر ساكن 8 ميجا بايت بر ساكن 8 ميجا بايت بر ساكن اذا النهاردة لو تقريبا نفس الفيلم اللي انت كنت بتحمله فيلم تلاتة جيجا حجم تلاتة جيجا هتحمله في حوالي دي اتين وكلنا كنا شغلين على شبكات سري جي لحد ما السنة اللي فاتت بدأت بدأنا نحول خلي بالكم ان الفور جي مش ظهر السنة اللي فاتت الفور جي ظهر سنة 2008 ظهر في العالم وبدأ فعلا في الظهور وفي الاستخدام سنة 2008 اقصى سرعة تحميل على الفور جي 150 ميجا بايت بر ساكن 150 ميجا بايت لكل سنة 150 ميجا بارز دول تقدر تحمل بهم الفيلم التلاتة جيجا بتاعنا اللي احنا عاملين نحمله من سنة 1979 ده تقدر تحمله في عشرين سانية تقدر تحمله فيلم واحد فقط حجمه تلاتة جيجا تقدر تحمله في عشرين سانية على سرعة فور جي الله احنا دلوقتي لحد دلوقتي فور جي خلاص كده لا خلي بالكم ان شبكات الفايف جي بدأت فعلا في الظهور ووضع اللمسات الاخيرة لها سنة 2018 السنة الفاتت السنة الفاتت بدأت شبكات الفايف جي في الظهور فعلا متوقع في 2020 كلنا نستخدمها ان شاء الله سنة اللي جاية دي سرعة تحميل بتاعتها اقصى سرعة تحميل لها 10 جيجا بايت بر ساكن يعني تحمل الفيلم بتاعنا اللي هو حجمه 3 جيجا في سنة لا خلي بالكم ده انت مش هتحمل الفيلم ده بس في الثانية دي هتحمل 3 افلام 3 افلام كل فيلم 3 جيجا هتحملهم في ثانية واحدة فقط على سرعة الفايف جي صباحكو زي الفل اما للسكش جي السكش جي دي هتبقى عاملة ازاي اعتقد ان هي هتبقى زيرو ثانية زي الفيمتو ثانية كده طيب نركز في الكلام معلش عشان الموضوع ده خطير جدا وقريب جدا يعني الموضوع مش بعيد عننا واحنا بنتكلم ممكن نفكر بعد بالفيديو ده كمان عشر سنين خلي بالكم 5 جي ظهرت السنة اللي فاتت اقصر وسرعة تحميل لها 10 جيجا تقدر بسرعة 5 جي اللي جاية ان شاء الله ومتوقع نستخدمها كلنا السنة اللي جاية في 2020 3 افلام كل فيلم 3 جيجا يعني كم جيجا 9 جيجا هتحملهم في قد ثانية ثانية ايوة ثانية والكلام ده كلام علمي ومحسوب ومن مصادر موثوق فيها الحمد لله رب العالمين انا زي ما بقعدتكم ان انا بجيب لكم كل ما هو اكاديمي كل ما هو موثوق فيه كل ما هو علمي ثانية ثانية يعني انت تغمض عينك وتفتحك كده تلاقي 3 افلام كل فيلم 3 جيجا بقوا موجودين على موبايلك لما تيجي تستخدم 5 جي ان شاء الله سنة جاية وعليكم خير ربنا يديكم ويدينا طلط العمر الله وما ديه 6 جيجا 6 جيجا 6 جينريشن الجيل السادس للتصالات والموبايليات ده ان شاء الله متوقع يظهر كمان 10 سنين يعني ان شاء الله متوقع يظهر ويستخدم فعلا يبدأ في الظهور 2030 طبعا 2030 مش بعيد يعني 10 سنين بس فقط لغير ربنا يديكم طلط العمر هتستخدم 6 جي ديت في 2030 يعني هتحمل اقصى سرعة تحميل على 6 جي قد ايه 1 تيرا بايت بير ساكن 1 تيرا عارفين الهارد التيرا ده اللي هو 1000 جيجا 1 تيرا 1000 جيجا 1 تيرا بايت يعني ايه الكلام ده يعني اتحمل 300 فيلم 300 فيلم في ثانية في ثانية 300 فيلم 300 فيلم تحددهم وتختار امر تغمض عينة وتفتحها تلاقي 300 فيلم موجودين على نبيلك صلاة النبي احسن اذا الوقت ده لازم تحميل فيلم 3 جي 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 300 فيلم كل فيلم 3 جي جي طيب علشان علشان اثبت لكم ان الكلام ده كلام حقيقي وكلام فعلي ان الناس دي مش بتشتغل من فراغ ده اللي بيبتدوا كبرى الشركات العالمية وكبرى الدول المتخصصة في الاتصالات بتبتدي دلوقتي تشتغل على 6 جي 5 جي ده خلاص انتهنا منه يعني ده المفروض ان احنا هنستخدمه ان شاء الله بعمر اللي سنة الجاي زي ما احنا شايفين رئيس دونالد ترامب في حسابه في تويتر قال في 21 فبراير الماضي 2019 اريد تكنولوجيا الجيل الخامس بل والجيل السادس في امريكا في اسرع وقت ممكن انها اقوى بكثير واسرع بكثير واكثر زكاء من الوضع الحالي يجب ان تبذل الشركات الامريكية جهدها وإلا ستتأخر لا يوجد سبب يجعلنا متخلفين عن الاخرين في مجال من الواضح جدا انه المستقبل ارغب ان تفوز الولايات المتحدة وبالاخص ارغب ان تفوز الولايات المتحدة عن طريق المنافسة وليس عن طريق حجب التطور يجب ان نكون قادة دوما في كل ما نقوم به وبالاخص عندما يختص الامر بعالم التكنولوجيا المسير خليبنا كمان في دولة اخرى زي فنلندا في شمال اوروبا صرحت جامعة اولو عن رصد ميزانية قدرها 251 مليون يورو لتمويل برنامج لابحاث الجيل السادس على مدار 8 سنوات الكلام ده من قريب جدا كما شاهد ايضا منتج علي في الشتوي في منطقة لابلند في نفس البلد في مارس الماضي سنة 2019 اول قمة لاسلكية للجيل السادس شارك فيها ما يقرب من 300 مشارك من 29 دولة بينهم مندبين من شركات عالمية للاتصالات اختتمت هذه القمة اعملها بورشة عامل مصغرة تتكون من 70 خبير ليتمكنوا من اصدار اول خارطة طريق للجيل السادس الذكاء الالسلكي في كل مكان كبرى شركات الاتصالات العالمية والمحمول بدون ذكر اسماء بدأت بالفعل في انشاء مراكز ابحاث متقدمة لشبكات الجيل السادس ليبدأ ان شاء الله في الظهور شبكات الجيل السادس 6G خلال العشر سنوات القادمة اللي لك انت تخيل سرعة تحميل واحد تيرابايت تقدر تعمل بها ايه على موبايلك زي ما قلنا تحمل 300 فيلم في سانية واحدة اتمنى ان يكون الفيديو القصير ده وتعجبكم واتمنى اني اكون قدمت معلومات مفيدة قيمة لو الفيديو عجبك لو سمحت عشان الكل يستفيد اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس وعملوا اشتراك لقناتكم قناتنا تعلم معنا عشان يصلكم كل جديد وكل الفيديوهات اللي ننزلها اول باول شكرا لكم والوقتكم والاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة